إذا استحالت العشرة الزوجية ورغب الزوجان أو أحدهما في الفراق فبإمكان الرجل أن يطلق زوجتها وبإمكان المرأة أن تختلع من زوجها والخلع هو فراق الزوج لزوجته بعوض بألفاظ مخصوصة سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من زوجها كما تخلع الثوب قال تعالى فإذا كرهت المرأة زوجها وخافت أن تقصر في حقوقه فلا حرج عليها أن تختلع منه مقابل عوض ولا حرج عليه في قبول العوض قال تعالى فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فإذا ردت إليه المهر خالعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس اقبل الحديقة وطلقها تطليقا وليس من المرؤة أن يطلب منها أكثر من المهر الذي دفعه إليها ويحرم عليها طلب الخلع من غير سبب وجيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما باس فحرام عليها رائحة الجنة ويحرم على الرجل أن يؤذي زوجته ويضيق عليها لتفتدي منه بالمال ويحرم عليه أخذ العوض في هذه الحال قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن وألفاظ الخلع نوعان صريح وكناية فالصريح كخالعتك وفاديتك ويقع به الخلع مع بذل الزوجة العوض وقبول الزوج له والكناية كأبرأتك ويشترط فيه النية وليس له رجعة على من خالعها لكن له أن يتزوجها بعقد جديد ولا يصح الخلع من السفيهة والصغيرة لأنه تصرف في المال وليست من أهله والخلع فسخ للنكاح فلا يعتبر طلاق فكل فراق مقابل عوض فهو خلع حتى ولو وقع بلفظ الطلاق على الأصح فعلى الزوجين أن لا يلجأ إلى الخلع أو الطلاق إلا لحاجة ملحة وعليهم الصبر والتحمل حتى يسر الله أمرهما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا